ركب أحده نعطيهم بعض المعطيات حول الماكن اللي تشهد اكتظاظ وحنا داخلين لتونس خصوصا على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة مستوى مستشفى الحروق اللحظة وحركية فيها كثافة مرورية وتتواصل إلى حدود مدخل محول شرع الجمهورية نفس الشيء بالنسبة للي جايين من بن زرد جايين من ريانا من رواد زادة كيفكيفيرو الدبالة مشوية خصوصا على مستوى مدخل رياض الاندولوس وتباع على مستوى مدخل ريانا كذلك مدخل رواد وصولا إلى المنطقة الصناعية الشرقية الثنين ثم تباع الشرقية واحد فم شوية سيركولاسيوم بزاية تنفرج الحركة شيئا فشيئا بعد من فوته مدخل المركز العمراني الشامالي شارع محمد البعزيزي روتيكس انتلاقا من الدندان ووصولا إلى المطار اللحظة حركية خصوصا على مستوى باردو كذلك على مستوى حي الرومانة تباع على مستوى مدخل ريانا وتنفرج الحركة شيئا فشيئا بعد من فوته مدخل مدينة العلوم اللي جايين من المطار دايور زادة ومدخلين ريانا عبر المركب الإيدالي زادة كيفكيف بشرقاو شوية حركية بزاية فبالتالي يردوا بالهم شارع طهر بن عشور والتقاطع معنا جعفر البرمكي وحنا ماشيين إلى السيدلية المركزية كيفكيف زاد اللحظة حركية فيها كثافة مرورية وسط العاصمة على مستوى شارع المملكة العربية السعودية وشارع اليابان شارع الحرية ونهج مصر شارع الحرية سيرتوه على مستوى الانترسكسيون مع شارع مدريد اللي في اللقر وحنا ماشيين للبساج وينرقوا الحركة فيها الكثافة المرورية رضو باننا شوية خصوصا زادة على مستوى شارع ولاد حفوز شارع شادل قلالة وحنا ماشيين إلى ساحة باب سعدون شارع كرتاج وبطبيعة الحال وحنا ماشيين إلى ساحة باب عليوة وكجالك على مستوى نهج سيدي البشير ثم شارع طاحسين على مستوى الوردية وينرقوا زادة كذلك السيركولاسيون بزايد خصوصا على مستوى شارع 9 أبريل وحنا ماشيين من القصبة إلى ساحة باب سعدون شارع الشهداء على مستوى مفترق المروج واحد كذلك نشد فيه حركة كثيفة سوق الجملة على مستوى بيل القصعة نفس الشيء زادة نشد فيه حركة فيها كثيفة في الجوالين نيكس فا على مستوى مفترق المنهلة واللي يربط مع نيكس ترواء كذلك نلاحظ فيهم حركة فيها كثيفة في الجوالين شارع محمد الخامس وهذا انطلاقا من ساحة باستور وصولا إلى ساحة 14 جانفي طبعا بشنقا حركية فيها كثيفة مرورية خصوصا على شارع الويبراي شارع مملكة العربية السعودية شارع خاردين باشا وباتبيعة الحال شارع الحرية اللي هو أقل سيركوليسي وماذا بينا مستعملي طريق لسوقه طوى يجيبه من غادي لأنه أقل كثيفة في الجوالين نمشي والولايات سوسة على مستوى شارع يسر عرفات مستوى مفترق سهلون كذلك على مستوى شارع حامد الغزالي ونرقا على مستوى مفترق الطريق الحزمية الكثيفة المرورية طبعا ماذا بينا شوية زد كذلك نقص من السرعة وناخذ بعين الاعتبار ديما نقولها الملاحظة هذية رباب مسافة الأمان بينه وبين السيارة اللي قدامنا الله اللي يقدر حتى تمكننا مرضة الفاعل عنده الاختضار نمشي والولايات السفاقس على مستوى مفترق شارع مختار الزيادية وشارع الهادي شاكل كيف كيف زاد على مستوى شارع الشهداء وفي الجزء المتدم بينه وبين الطريق الوطنية رقم 13 وطريق جابس نفس الشي على مستوى طريق تونس مستوى التقاطع مع شارع مختار الزيادية وبتباعة الحال الأماكن اللي اذكرناها هذه الكل تطلب منه مزيد ميناء اليقظة والانتباه اليوم ينجم يكون اخر نهار في العمل بنظام الحصة الواحدة طبعا يوم الاثنين القادم بيش يرجع العمل بنظام الحصتين واللي يطلب منه اخذ بعض التدابير خصوصا في الخروج الصباح نعرف الفترة هذه يمكن تتميز شوية بالتحضير إلى العودة المدرسية فبالتالي باش نرقاو عديد التلاميذ عديد الاولياء بيحضروا معناها في العودة المدرسية ما فيش شك زادا كذلك يطلب منه بعض الاحتياطات اللي من ضمنها اخذ بعين الاعتبار على مستوى المترجلين نردوا بيننا عليهم نخلي بولهم المجال الارحب حول عملية شخارهم للطريق واللي هما زادا كذلك مطالبين بيشق الطريق من الاماكن المخصصة إذا كان ما يش موجودة طبعا يلزم نختاروا احنا الطريق اللي هو معناها يكون شاغر نخزروا على اللي بصار ثم نخزروا على الليمين وتكون العملية معناها تكون بسلام طبعا الاولياء لدى لهنا من مطالبين بيش يعطيوا بعض النصايح لوليداتهم لاننا نعرفوا معناها على مدى الاسبوعي نظمة بيش نلقاو الحركية الكثيفة ما فيش شك زادا على مستوى النقل المنتظم والغير منتظم اللي زادا بيش نلقاوه زادا فيه كثافة نعرفوا اللي حتى على مستوى الحياة الطلابية بيش نلقاوه العديد من الطلبة اللي هما معناها بيش يجيوا لتونس وبتبيعة الحال زادا في المقابل عديد الطلبة الأخرين اللي بيش يمشيوا في بعض الولايات واللي من خلال الحركية هذه معناها تطلب منها بيش نعطيوهم بعض النصايح خصوصا عدم الركوب في سيارات غير معدة للغرض نعرفوا اللي هنا زادا في بعض الأحيان معناها يمكن العرض معناها ما يقابلش الطلب ويمكن زادا حياتنا اللي هنا التنجم تكون أنجو فبالتالي ماذا بينا ناخذوهم معناها النصايح هذه بعين الاعتبار إن شاء الله معناها يكون رسالتنا وصلت إلى مستمعينا واليقاعدين يشوفوا فينا توا نتمنى أقول لهم إن شاء الله عدا وصيف باهي وإن شاء الله يحضروا رواحهم للعودة المدرسية وبركنا فيك رباك اشتركوا في القناة